في عنده اثيارين او عم يمر بمفترق طريق حاليا وعم يحاول يختار او يوازن او يعادل بين شيئين ممكن بينك وبين الشغل ممكن بينك وبين شخص اخر ايضا طيب نشوف شو هي طاقتكم المشتركة حاليا وشو ممكن يكون بعض من اسباب الخلافات اللي بينكم حتى تفهم الوضع اكتر ففي شخص او في عم تحسوا انه انتو مرفوضين من قبل الطرف الاخر انو الطاقة هاي مشتركة فانت عم تحس بالرفض منه وهو ايضا عم يحس بالرفض منك عم شوف انه انتو شوي مشوشين تجاه بعض ما في عندكم طريق واضح في عندكم عم تشتغلوا على العلاقة ولكن ما في عندكم شراكة بالشغل يعني كل شخص عم يشتغل مجهود شخصي او مجهود انفرالي عم تحس انه بدك يكون فيه شراكة اكتر بالعلاقة بس الوضع بينكم مرات بيكون ايجابي ومرات بيكون سلبي متقلب كتير لانه مرات الوضع بيكون كتير منيح عندك في سان كارد من افضل الكروت بالتاروت ولكن مرات في عندكم بيصير رفض لعروض الحب او رفض لتقبل العواطف بينكم في ايضا عندكم كتير اهتمام بالسلطة او كتير يعني فيه شخص او ممكن انتو الاثنين بتحاول انه تمشوا كلمتكم قدر المستطاع فيه عندكم نزاع على السلطة انتو هو طيب نشوف خطواتك في المستقبل او ما هي خطوتك المستقلية همشوفك همتركز اكتر على هم على وضعك العائلي على عائلتك على اهلك همتحاول توفر لهم متطلباتهم ايضا همشوف انه ممكن اذا انت بعيد عن البيت همتحاول انه اذا انت بسفر مثلا بعيد عن البيت همتحاول انك توصل الى عائلتك او بالمستقبل للبعد منكم تفكيرك رح يكون باي علاقة بتفوت فيها تفكير انه بدك تستقر او بدك تلتزم مع شخص من اجل انك تستقر لانه انت ايضا بتحس انه او رح يجي شخص بحياتك بالمستقبل مع انه رح يكون في بينكم شوي نزاع بسيط بالحكي ما في صراحة تامة رح تكون الى انه انتو رح تنظر لهالشخص وكأنه سول ميت او رفيق درب عم شوفك بالمستقبل ايضا شوي منغلق رح تكون او منعزل لانك عم تبحث عن اجابة لاشي معين ايضا عم شوفك رح توفر ناحية المادية او رح تكون متحفظ اكتر بمشاعرك يعني مش رح تتسرع ولا رح تتهور لو في شخص جديد رح يفوت بحياتك عم شوف انك تتأنى باختيار القرار بينك وبين هالشخص عم شوفك عم تركز على الجهة الروحانية وايضا على الجهة المادية لانه في عندك كتير مخاوف ما عم شوفك تتسرع باتخاذ القرار طيب نشوف طاقة الحبيب او طاقة الشريك في المستقبل نبين انو حبيب او الشريك اللي عندك كتير رجد او بيحب يمشي على نمط معين ممكن يكون مش مرن عقليا او مش كتير متقبل لآراء اخرى فعم شوف انو هو بالمستقبل رح يركز اكتر من ناحية انو كيف يكون مرن اكتر كيف يتقبل افكار اخرى اكتر ايضا عم شوفه فيه عم يحاول يتخلص من من عادات سيئة هالشخص هو بيشوفها بحاله عم يحاول يبعد عنها قدر المستطاع عم يحاول ايضا يبحث عن انو مرات بيحكم على العلاقة بطريقة كتير جدية وطريقة كتير كتير حادة ايضا هالشخص طلع عنده نفس الكرت اللي عندك هون فهالشخص ايضا بينظر لإلك بالمستقبل بيشوفك او بده نوع من الارتباط معك نوع من الالتزام معك ايضا شخص اللي عم تتعامل معه في المستقبل بده بداية جديدة عم شوف عنده ايسوف واند فهو بيطمح الى بداية جديدة بينك وبين هالشخص ممكن هو ايضا يمر بمرحلة انو لازم يختار شيئين او ياخد قرار بين شيئين معينين شغل او او بين شخصين معينين لكن عم شوفه بالمستقبل بده يتواصل معك اكتر بده العلاقة بينكم تتطور اكتر او يكون فيها انفتاح اكتر تقبل اكتر نشوفه بحاول يكون بالمستقبل مرن معك اكتر طيب نشوف تعقدكم المشتركة في المستقبل شو هي في عندكم تغيير رح يصير انقلاب تام للامور يعني اذا انتو مش عم تحكوا مع بعض حاليا او بفترة انفصال البعض منكم اللي بيحس انو العلاقة مش رح تتصلح ابدا او ما في الها نهاية او مستحيل انو اكون مع هالشخص هالكرت بيحكي متل تغير 180 درجة ايضا في عندك ايسوف وانز نفس هالكرت يعني في عندكم بالمستقبل بدايات جديدة the sun card الوضع بينكم في المستقبل رح يكون ايجابي اكتر من هيك اكتر من اللي انت عم تمر فيه حاليا برغم انو انتو مريتوا بصعاب بالماضي وكان في بينكم كتير لخبطة بالماضي وكتير تقلب بالعلاقة الا انو بالمستقبل في عندكم بدايات جديدة بالعاطفة برج الحوت ايضا قبل ما تكمل بدي احكي لك شو الابراج اللي ممكن عم تتعامل معها ممكن عم تتعامل مع برج لاية برج مائية برج هوائية ممكن عم تتعامل مع برج الميزان او برج الجوزاء برج الجدي ايضا ولكن ممكن يكون اي برج اخر انا دائما بنتسى احكي الابراج لانو بركز اكتر على الطاقة انو ممكن يكون مش نفسها الابراج اللي عم بحكيها ولكن الطاقة اللي عم تطلع من هالشخص هي هالطاقة اللي موجودة عندي فنكمل طاقتكم المشتركة برغم الصعاب اللي مريته فيها بالماضي الى انو عم شوف فيه تطور كتير ملحوظ في المستقبل ايضا فيه تواصل سريع رح يصير بينك وبين هالشخص وفيه عندكم رح يصير نضج كتير من الناحية العاطفية يعني بالماضي ممكن الوضع بينكم كان لخبط اكتر ومتقلب كتير بزات من ناحية برج الحوت لانو عندك ناين اوف سورد فانت كنت كتير فيه عندك مخاوف تجاه هالشخص تجاه هالعلاقة عم شوف فيه عندكم نضج عاطفي اكتر بالمستقبل فيه تواصل سريع رح يصير بينكم فيه تفاهم اكتر رح يصير بينكم بما انو الطاقة هاي مشتركة بينكم فانتو رح توصلوا الى نوع جديد من البوندين او نوع جديد من الترابط بمعنى انو انتو رح توصلوا الى مرحلة تكونوا فيها مستعدين الى انو تواجهوا مع بعض التحديات اللي ممكن يعني تيجي فيه طريقكم اوكي حبايبي برج الحوت معلش كانت قراءة قصيرة ولكن الكروت عندي كتير كتير واضحة يعني ما حسيت انو فيها اي اشي بحب اني وضحه اكتر او اتعمق فيه اكتر يعني الطريق عم شوفه او خطواتك وطاقتك كتير واضحة مع هالشخص الاوراق كتير بتركب مع بعض كتير واضحة اوكي حبايبي برج الحوت فحي كانت قراءتي لبرج الحوت بتمنى انو قراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيتو الفيديو لا تنسا تحطلي لاكو كومنت شير وسبسكايب وتفعل جرس الانبار لحتى يوصل لك كل جديد شكرا لكم جميعا ان شاء الله رحشوفكم في الفيديو قادة